ينضم إلينا من واشنطن خالد خيري مراسل الغد خالد ما الذي يمكن أن يفضي إليه التصويت إذا ما تم لإدانة الهانة عمر طبعا هنا سيكون هذا التصويت هو الأول من نوعه في التاريخ الأمريكي أن يصدر قرار إدانة لمشرع أمريكي ينتمي لحزب من الأحزاب الرئيسية داخل الولايات المتحدة التي تؤهل وتضع السياسات الخارجية والداخلية للولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة القرار يواجه العديد من المشكلات الجمهوريون لا يريدون ذكر معادات المسلمين داخل القرار ويدغطون من أجل ذكر اسم إلهان عمر في القرار بينما يرفض الديمقراطيون هذا الأمر على الإطلاق ويؤكدون أنها أخطأت بالفعل ولكن لا يمكن ذبحها بعد هذه التصريحات قصة وأنها اعتذرت الأمر تحول أيضا إلى دعاية انتخابية للانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020 بين الديمقراطيين وبين الجمهورين ووصل الأمر إلى أنه في إحدى الولايات علقت صورة داخل مجلس محلي لولاية فرجينيا الغربية بربط إلهان عمر بأحداث 11 سبتمبر 2001 ما يعكس مدى الأهمية التي يوليها المجتمع الأمريكي لهذا الأمر ومدى الانتقاد الذي تواجهه النائبة المسلمة كذلك طيب خالد يعني هذه الاتهامات وهذه الضجاة التي أثرت حول تصريحات إلهان عمر ما السبب فيها؟ هل كلمة السر هي إسرائيل؟ يعني ما هي في الوقت نفسه إلهان عمر اليوم توصف على أنها إرهابية العالم أو المجلس مجلس النواب الأمريكي لم يغضب كما غضب بسبب تصريحات إلهان عمر لماذا؟ لأن اللوبي اليهودي كما ذكرنا هو من وراء هذه الحملة يرى اللوبي اليهودي هو من أرسل خطابا ودعمه بتسجيلات من النائبة إلهان عمر اتهمها فيها بمعادات السامية وأنها يعني تقول أن منظمات موالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة مثل الإباك هي من تحرك السياسة الخارجية الأمريكية وربطت بين الإباك وبين أعضاء في الكونجرس وهذا اعتبره الأعضاء إهانة لهم وبالتالي اعتذرت إلهان عمر عن هذه التصريحات وقالت إنها لم تكن تقصد هل يهد ترامب اليوم فرصة له للرد على إلهان عمر التي لطالما هجمته وانتقدت سياساته؟ بالطبع دونالد ترامب اقتنس الفرصة للنيل ليس من إلهان ولكن من الديمقراطيين في صورة إلهان عمر هو لا يريد للديمقراطيين أن يهاجموا في قضايا داخلية كما نعلم قضية الحدود والجدار والهجرة والتأمين الصحي ومن هنا انتهز هذه الفرصة لينقض على الديمقراطيين في قضية حساسة يعني الشارع الأمريكي مهتم بها للغاية وكما ذكرت لك إلهان عمر هي كبش فداء بين المعركة الدائرة أساسا بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين أشكرك جزيلا خالد خيري مراسلنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر